فدخلت بمدخل لمباراة المنتخب المغربي الحمد لله رب العالمين من الأشياء الجميلة جدا في مسيرة الرياضية ربطت فيه جدا أحداث تضاريس المغرب بحضارتها بطارق بن زياد بالنشيد الوطني المغربي بالأمل بالأمور الكثيرة نقول هيا بنا ألا تنشدون كل صباح أخوتي هيا للعلا سعية السلام عليكم محبي قناة ميد كاريم سبور مرحبا بكم منبت الأحرار مشرق الأنوار منتدى السؤدد وحماه قبلة المحبين وموطن الكرماء والشرفاء مغرب العز بين الأمم بلاد البربري والأمازيغ والصحراء منها انطلقت جيوش الفتح لتبني حضارتها في بلاد الأندلس وفيها جبال الأطلس الشامخة وهي موطن السود مغاربة فيهم من الشيء العجيب حقيقة ما يحملونه سورة المغرب في أكثر من مرة والله والله ما وجدت فيهم إلا الحب والتقدير والكرم والحرص الكبير على دينهم وتقاليدهم وعاداتهم والله سورتها وما وجدت فيهم إلا كما قال فيهم الحجاج المغاربة لا يغرنك صبرهم كلمات معبرة ومن ينساها وهي التي تذكرون بلحظات لن تنسى لأفضل نسخة ولأفضل آداء لمنتخب إفريقي عربي في كأس العالم كلمات عفوية لواحد من أفضل معلق الرياضيين أتكلم هنا عن المعلق العماني خالي البلوشي والذي سيحكي لنا بقشعريرا عن مدى تعلقه بالمغرب ولقاء أصبت بالجنون لما عشته من حلم أصدقائي سنسمعوا شنو قال المعلق العماني خالي البلوشي وبلما نوصيكم أصدقائي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة إذا كنت جديد باش يوصلك الجديد إن شاء الله ونبدأ على باركة الله أسلام حين نرجع المغرب وأسبوع المشوار المنتخب المغرب مشوار المنتخب المغربي كان مفاجأة للجميع جدًا المغرب أنا علقت لهم أول مباراة مع بلجيكا فازو علقتها مباراة مع بلجيكا فازو المنتخب المغربي بدأت الجماهير المغربية أقول لك لا إحنا نبغي أن نتفاعل فيه إدارة القناة إن شاء الله هذا المعلق رح يستمر معاكم مباراة إسبانيا فهذا المنتخب مباراة إسبانيا جماهير المغربية ثاني يوم بدأت تردد اسم خليل لأنه انتشر لمقطع أيضاً وأنا أتفاعل مع ركلات الترجيح اللي كانت ما بين المتخب الأسباني والمتخب المغربي فجيت مباراة البرتغال قلت إيه لازم أنا أدخل مدخل يعني ينقلنا نوعاً ما بعيد شوي عن كرة القدم وأنا في هذا الجانب عندي الزميل محمد الضبعوني قلم رائع جداً محمد رائع جداً في كتاباته قلت له محمد أبغيك تساعدني أبغي أبغي مدخل لمباراة المغرب البرتغال قال لي شو الفكرة اللي موجودة في بالك أنت قلت له أنا بعيد عن صراع كرة القدم أبغي أتكلم عن أمور خاصة مش حتى في المغرب أبغي أتكلم عننا إحنا كعرب أبغي أتكلم عن المتخب المغربي أبغي أتكلم عن الشكل اللي كان يدور حولنا إحنا في ممكن أن نحن نسوي شي في بطولة كاس العالم وفي كرة القدم إلى موضوع آخر يقودنا يعني يربطنا بالتاريخ العربي فقلت له أبغي أشي في هذا الجانب فدخلت بمدخل لمباراة المنتخب المغربي الحمد لله رب العالمين من الأشياء الجميلة جداً في مسيرة الرياضية ربط فيه جداً أحداث تضاريس المغرب بحضارتها بطارق بن زياد بالنشيد الوطني المغربي بالأمل بالأمور الكثيرة يقول هيا بنا ألا تنشدون كل صباح أخوتي هيا للعلاسعية أتكلمت عن الشك الذي يساور الموجودين في لشبونة أو في المدن الأخرى في البرتغال واليقين اللي موجود عندنا إحنا كعرب نحن ممكن قادرين ننتقل من مرحلة إلى مرحلة في عالم كرة القدم على وجه التحديد أو في نطاقات أخرى فكان مدخل جميل جداً صراحة أشكر فيه محمد يساعدني فيه بشكل كبير وكانت من البدايات المميزة اللي مدخل المباراة والمتداول حتى في كل مكان في المغرب تروح تسمع صوت خليل لبلوشي إلى أن جاءت لحظة هذه العفوية في الوقت بدأ للضايا المغرب 1-0 وهاجم لعب المنتخب البرتغالي فطالت عليها الكرة إلى خارج الملقب أنا قلت طالت 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 فمشي أصارت من الأفهات اللي انتشرت في كاس العالم بشكلك أنت قلت طالت 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 وبعدين أي بعدين خلال لحنتها أي بعدين لحنتها لحنتها فرحاً أي فرحاً خلال الحمد لله كرة راحت وبتعدي على خير والمغرب راح يفوزونه يا بروت كان من الفيديوهات اللي تسعدني أنا دايماً ليتفاعل الجمهور وفي فيديو اللي أكثر من استراحة واحدة من الاستراحات وخلنا نقول ديوانية لأنه كان الفيديو من الكويت في أيضاً نفس المباراة كان بعدها في آخر اللحظات خلاص قبل الصفارة وممكن موجود في اليوتيوب لو تكتب خلوها خلوها راح تلاقي تفاعل الموجودين فهما يمكن من طالة 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 هذه أرسمت في ذهنهم فجدت الكرة هذه آخر شيء عند مدافع المنتخب العيبة اثنين من المنتخب المغربي فكل واحد يتعازم يعني هل هو يشتت الكرة واللي يخليها تطلع برا فأنا أقول خلوها تخلوها خلوها فمباشرة مباشرة الكل اللي موجودين في الديوانية رددوا بعدهم وكلهم خلوها خلوها فانتشر الفيديو لهم بردة فعل كتفاعل أيضاً مع المعلق واللي ممكن يقدمه في المباراة الانتباط اللي ممكن أحياني نوصلك أنت كمعلق رياضي لما تكون مثل هذه المباريات نوعية التركيز تختلف عن بقية المباريات هذه المباريات ممكن مشاهد مرتبط بشكل كبير بما يحدث في داخل الملعب فأنت شلون تخليه مركز معاك شلون تجده بانتباهها هذه لحظات تسعدنا إحنا أن نشوف حتى هم متفاعلين مع المعلق وعارفين إش هي النكس يعني متوقعين الحركة الجاية لك كنم كورول أي بالضبط متوقعين فكان ترديدهم الكلام هذا في ردة فعل على واحدة من الكرات لمباراة المنتخب والبرتغال أيضا من المقاطع اللي انتشرت بشكل كبير أصدقائي وصلنا لنهاية المقطع الجميل للمعلق المتميز خليل بلوشي نتمنى والمقطع يكون نالإعجاب ديركم أصدقائي وبالما نوصيكم إعجاب للفيديو واشترك معنا في القناة إذا كنت جديد باش يوصلك الجديد إن شاء الله كان معكم محمد كريم على قناة ميت كريم سبور شكرا لكم أصدقائي ونلتقي في موعد قادم إن شاء الله شكرا لكم أصدقائي